اكد عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب منافق القحطاني إدراج علاج باكسو لوفيد كأحدث علاج ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد 19 في مملكة البحرين ويأخذ العلاج الجديد على شكل أقراص عن طريق الفم لمدة خمسة أيام لتجنيب المصابين من تطور خطير للإصابة بفيروس كورونا وأشار القحطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى أن إدراج الدواء في مملكة البحرين يبشر بدخول مرحلة جديدة أكثر فاعلية في محاربة الوباء لكونها أدوية تركز على الجانب العلاجي فيما تغطي اللقاحات الجانب الوقائي هذا ونجح الدواء الذي أنتجته شركة فيزر الأمريكية في تقليل خطر نقل مرضى كورونا إلى المستشفى بنسبة 89% ويعد الدواء مكملا لعلاج فيروس كورونا